سلام عليكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي. أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس رياضي عبد. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على نقيد درس الإنشاءات الهندسية اللي احنا كنا بدأنا فيه الإسبوع اللي فات. عايزة منكم كل واحد فيه ويبتدي جاهز الأدوات الهندسية بتاعته وعايزين البرجل وعايزين المنقلة وعايزين المسطرة وعايزين الألم الرصاص ومعنا الكراسة بتاعتنا عشان نبدأ نشتغل مع بعض خطوة خطوة علشان خاطر الإنشاءات الهندسية محتاجة مننا دقة وتركيز فنتبع معي خطوة بخطوة. طب النهاردة إن شاء الله هنتكلم على إيه في الإنشاءات الهندسية. الأهداف بتاعتنا النهاردة إن احنا عايزين آخر الحصة يكون كل طالب منكم قادل إن هو ينشئ منصف لقطع مستقيمة معلومة. عايزين ننشئ منصف لقطع مستقيمة معلومة. تاني حاجة عايزين ننشئ زاوية مطبقة لزاوية معلومة. وعايزين كمان نعمل مستقيم موازي لمستقيم معلومة. الحاجات دي علشان أقدر أعملها لازم تكون لأدوات الهندسية بتاعتي معايا ولازم أكون مستعدة للشغل بتاعي. هنبدأ مع بعض. رابع حاجة هنأخدها النهاردة تنصيف قطع مستقيمة معلومة أو بمعنى آخر إن احنا هنعمل محور تماثل للقطع المستقيمة. إذا كانت القطع المستقيمة ألف بي قطع مستقيمة معلومة لبقى أنا محتاجة إن أنا يكون معايا أرسم القطع المستقيمة ألف بي. هل ليها طول معين؟ لا أنا محدد لك مش محددين دي أنا طول معين أنت حر. هترسم قطع مستقيمة اسمها ألف بي لها أي طول وليكن مثلاً خمسة سنتي ستة سنتي زي ما أنت تحب. طب بعد كده هنأعمل إيه؟ أجل قطع مستقيمة وسميناها ألف بي. عايزين نرسم محور تماثل للقطع المستقيمة ألف بي. إحنا خدنا مع بعض قبل كده وقلنا يعني إيه محور تماثل للقطع المستقيمة؟ محور تماثل للقطع المستقيمة هو العمود عليها من منتصفها. يعني بيعمل مع القطع المستقيمة حكتين مهمين. بينصف القطع المستقيمة وفي نفس الوقت كمان بيكون عمودها لي. يبقى بينصفها ويكون إيه عمودها لي. برافو عليك وسنقولها ممتازين جداً. يعني عايزين فعلاً هون ننشئ عمود على القطع المستقيمة ألف بي من منتصفها. يبقى هنعمل إيه؟ عمود على القطع المستقيمة ألف بي من منتصفها. طب إيه الخطوات بتاعتي؟ أول حاجة هنجهز البرجل بتاعنا وهنرجس بسن الفرجار في النقطة ألف. وبفتحة أكبر من نصف ألف بي هنعمل قوس. يبقى احنا هنركز بسن البرجل بتاعنا في ألف. وبفتحة أكبر من نصف القطع المستقيمة اللي احنا اخترناها هنعمل تفتح البرجل الفتحة دي. يعني ايه أكبر من نصف ألف بي? يعني لو أنت مثلاً ريس من الألف بي دي خمسة سنتي؟ يبقى أنت لازم تفتحها أكبر من اثنين ونصف. يعني مثلاً ثلاثة سنتي أو أربعة سنتي. بس ما ينفعش أن أنا أفتحها أكبر من الفتحة نفسها. بحيث أن أنا أقطع القطع المستقيمة في نقطة. هنشوف مع بعض إزاي هنعمل الكلام ده. أدي الرسمة بتاعتها. أنا فتحت البرجل بتاعي فتحة أكبر من نصف ألف بي. وعملت قوس وقفت عند نقطة ألف وعملت قوس فوق زي ما أنتوا شايفينه كده. وبنفس الفتحة هفضل وقفة في ألف وعمل قوس تحت القطع المستقيمة. يبقى أنا عملت قوس فوق القطع المستقيمة ألف بي. وقوس تحت القطع المستقيمة ألف بي. بنفس فتحة البرجل دي. طبعاً أنا هسيب لكم دقيقة كده علشان قطر ترسموا القوسين دول. إحنا أقول لنا خلاص كده رسمنا القطع المستقيمة ألف بي. وقفنا في نقطة ألف وعملنا قوس فوق. وبنفس الفتحة وقفنا عملنا قوس تحت. يبقى قوسين في جهتين مختلفتين من القطع المستقيمة ألف بي. يعني قوس فوق زي ما احنا شايفينه كده احنا وقفين في ألف وعملنا قوس فوقهو. وهنرجع وإحنا وقفين في ألف برضو. هنعمل قوس تحت زي ما أنتوا شايفين قدامكم في الرسمة. بروفو عليكو. أهم حاجة واحنا ماسكين البرجل زي ما اتفقنا إن احنا لازم نمسك البرجل من رأس البرجل من فوق ما ينفعش حطت يدي على أضلاع البرجل أو على القطع بتاعت البرجل نعم بمسكه من فوق علشان لو البرجل اتقافل أو اتغيرت الفتحة بتاعتي هلублиق الرسمة بتاعتي مش هتبقى أصبوط يبقى أنا لازم لما قم مسك البرجل أبقى وخضبالي جدا إن أنا مسك البرجل من سن البرجل من فوق من رأس البرجل بعيد عن أضلاع البرجل. وهنعمل قوس فوق وهنعمل قوس في النحية التانية. ده دي أول خطوة عشان أنشأ عمود على قطع مستقيمة معلومة. طب هعمل إيه بعد كده؟ نشوف مع بعض. تاني حاجة هركز بسن البرجل في النقطة به. الفغجار هو نفسه البرجل. زي ما انتوا شايفين معانيا كده. أنا وقفت في قوس نقطة به. وعملت قوس فوق قطع القوس الأول. وبنفس فتحة البرجل عملت قوس تحت قطع القوس التاني. يبقى احنا كده فيه عندنا قوسين متقطعين فوق. هسمي نقطة التقاطع بتاعتهم دا. وقوسين متقطعين تحت هسمي نقطة التقاطع بتاعتهم نقطة هين. معانا كده كمان هسيب لكم برضو دقيقة ترسموا معايا. احنا وقفين بسن البرجل في النقطة به. وعملنا قوس فوق قطع القوس الأول في نقطة سميناها دي. وبنفس الفتحة عنا لنا قوس تحت قطع القوس التاني في نقطة سميناها نقطته. اخلي بالي وانا مسك البرجل. ممنوع البرجل ان انا اقفله او الفتحة بتاعته تتغير. طب نفترض وانا شغالة الفتحة تغيرت غصبا عني. ارجع اتأكد من نفس الفتحة تاني. يعني احط مثلا احط البرجل بتاعي على الفتحة اللي كانت مرسومة صح. اللي هي مثلا كان وانا واقفة عند الف. ارجع اقفة عند الف. واوصل لغاية القوس بتاعي اللي انا رسمته. واتأكد من فتحة البرجل. او ممكن ان احنا ناسحب المستر. يعني انا مسلا عايز افتحة اكبر من الالف دي. وانا مسلا رسمة الالف دي. خمسة سنتي. بقى افتح البرجل بتاعي فتحة طولها تلاتة سنتي. لو الفتحة تغيرت ارجع افتحها تاني نفس التلاتة سنتي اللي انا كنت فتحيهم علشان الرسمة بتاعتي تطلع رسمة مزبوطة. وده يعتبر من الانشآت السهلة جدا ان انا ارسم عمود على قطعة مستقيمة معلومة. او اللي هو بسميه محور التماسع بتاع القطعة المستقيمة. طيب او احنا بنقول خطواته بنفس الفتحة السابقة نرسم قوسين التقطعان مع القوسين السابقين في النقطتين دل وهي. خلاص كده انا شايفة اللي خلص الرسمة يبعث لي في الشيط ان احنا خلصنا الرسمة يميز. احنا وقفين دلوقتي في نقطة بي وعملنا قوس قطع القوس الاول وقطع القوس التاني في جاتين مختلفتين من القطع المستقيمة الف بي. سمينا نقطة التقطع الاولانية ديل وسمينا نقطة التقطع التانية هين. رفع ليك وانا شايفك بناية كتير كتابول ان احنا خطصنا. نكمل مع بعض. هنوصل نقطة ديل بنقطة هيل بالمستر زي ما انتو شايفين كده. نرسم. المستقيم ديل هي هي قطع ايه؟ هي قطع القطع المستقيمة الف بي. في نقطة هنسميها مثلا نقطة جيم. تبقى جيم دي هي منتصف القطع المستقيمة الف بي. طيب جيم هي منتصف القطع المستقيمة الف بي. بس جيم هتبقى في منتصف وايه هي العلاقة ما بين المستقيم دال هي والقطع المستقيمة الف بي. اوه عايزين نعرف ايه علاقة بينه. احنا لسه ايه لنا عايزين نعمل ايه؟ اوه عايزين نعمل عمود. يبقى القطع المستقيمة الف بي والمستقيم دال هي هم اللي اتنين متعمدين. وقلنا بعدك قبل كده يعني ايه متعمدين عايزين نفتكر مع بعض. معنى ان هم متعمدين يعني قياس الزوية ما بين المستقيم دال هي والقطع المستقيمة قالت بتساوي تسعين درجة. بيعملوا مع بعض زوية قياستها يساوي تسعين درجة. يبقى المستقيمات المتعمدة قياسات الزوية اللي بتبقى موجودة بينهم تساوي تسعين. تسعين درجة. نكمل مع بعض. يبقى احنا هنقول هنا كده ان المستقيم داله راض عمودي على قطع المستقيمة ألف بي وعمودي على زي ما انتو شايفينه كده بيبقى عامل زي حرف تي اللي هو بس بيبقى متشاقل الرمز ده رمز عمودي على ويعني ايه عمودي على يا سنة اولى يعني بيعمل مع المستقيم زاوية قياسها تسعين درج بس هو عمودي لا ده في الحاجة كمان مهمة ايه ان المستقيم ألف بي المستقيم داله هو محور تماثل القطع المستقيمة ألف بي يعني ايه محور تماثل يعني عمودي عليها وينصفها زي ما احنا كتبين كده احنا قلنا لما رسمنا داله هيقطع القطع المستقيمة ألف بي في نقطة جيم اول حاجة جيم هتبقى في منتصف ألف بي تاني حاجة داله هيبقى عمودي على ألف بي الشرطين دول اللي هم الشرطين اللي بيحققوا إيه؟ بيحققوا محور تماثل القطع المستقيمة ألف به. يبقى محور تماثل القطع المستقيمة ألف به هو المستقيم العمودي عليها من منتصفها. بقى احنا كده خلصنا الانشاء الرابع في الانشاءات الهندسية بتاعتنا. طيب. ايه الانشاء الخامس؟ الانشاء الخامس عايزين نقدر ننشئ زاوية مطبقة لزاوية معلومة بدون استخدام المنقل. احنا سهل ان احنا نرسم زاوية قياسها تلاتين درجة مثلا. وامرسمة كمان زاوية يعني قياسها تلاتين درجة بالمنقل. لا احنا عايزين نتعلم ازاي نقدر ان احنا نرسم زاوية مطبقة لزاوية بدون استخدام المنقل. يعني عن طريق البرجل بتاعنا. طيب احنا ليه بنعمل كده? احنا بنعمل كده عشان نقدر نتمرن ويبقى في عندنا مهارات في الانشاءات الهندسية. نتعود منها الدقة في حياتنا العملية. ونقدر ان احنا نستغل المهارات بتاعتنا. اولا انا لما مسك البرجل ويبقى عندي قدرة على التحكم فيه. دي بتديني مهارات يدوية. بتديني القوة في عضلات الايد. حاجات دي مهمة جدا. يبقى احنا الرياضة مش بس بندرسها عشان خاطر ان احنا نعمل حاجات مطلوبة مننا لقى الرياضة دي بتساعدني كتير جدا لمادة الرياضيات في تنمية المهارات الحياتية المختلفة. طيب احنا عايزين ننشئ زاوية متبقى لزاوية. طب نعمل ايه? اه اول حاجة لازم يكون فيه عندي زاوية عشان اقدر ارسم زاوية متبقى لها. انا حاجي ارسم زاوية وهسميها مثلا الف بهجيم. اي زاوية معلومة. لها اي قياس انا بحبه. زي ما انا رسمي قصات كده. انا جيت هنا رسمت الزاوية اسمها الف بهجيم. من غير المنقلة ولا حاجة. رسمت شعاع به الف ورسمت معاه شعاع بهجيم. اعملوا لي زاوية زي ما انتو شايفينها كده. انت حر عايز ترسمها زاوية حدة? الزاوية المرسومة اقصادي دي زاوية حدة. مش عايزينها زاوية حدة ممكن نعملها زاوية منفرجة. مش عايزينها زاوية منفرجة ممكن نعملها زاوية قائمة. احنا بنشتغل الزاوية زي ما احنا عايزين. ارسم الزاوية اللي تحبها. طب ايه المطلوب مني? المطلوب أرسم زاوية اسمها سين صادعين تطابق زاوية ألف بهجين يعني ايه تطابقها يعني هتكون لها نفس القياس مش احنا خدنا امتى الزاويتين يكونوا متطابقتين تتطابق الزاويتين اذا كان لهم نفس القياس يبقى امتى بتتطابق الزاويتين اذا كان لهم نفس القياس هسبقوا بديئة كده ترسموا الزاوية اللي احنا عايزينه معنا دقيقة علشان نرسم الزاوية برافو عليكم انا شايفاكم خلاص كتبتولي في الشات ان انتوا رسمتوا الزاوية سميناها ألف بهجين اي زاوية كل واحد يرسل الزاوية زي ما هو عايزة باي قياس حضرتك تحبه طيب بعد كده بعد ما رسمت الزاوية اللي وسميتها ألف بهجين هعمل ايه نشوف مع بعض هنكمل زي هنشوف الخطوات اللي احنا هنعملها أول خطوة هنرسم شعيع وهنسميه صادلين يمثل أحد العي الزاوية المطلوب برسمها اللي عايزين نرسم شعيع وهنسميه صادلين يعتبر الضلع من أضلع الزاوية احنا عارفين ان الزاوية بتتكون من التحيات شععين لهم على نفس نقطة البداية فانا هرسم هنا شعيع وهسميه صادلين كل واحد فينا هجيب يرسم في الورقة بتاعته شعيع وهيسميه صادلين احنا رسمنا الزاوية الأولانية وهنيجي في نص التاني من الصفحة هنرسم الشعيع وهنسميه صادلين خلاص كلنا رسمناه الشعيع وسميناه صادلين طب هنعمل ايه بعد كده هنيجي نقبل برجل بتاعنا في رأس الزاوية الأولانية اللي هو به وهنرسم قوس بشرط من القوس اللي انا هرسمه يقطع ضلعي الزاوية اللي هما به ألف وبهجيم في نقطتين هسمي النقطة الأولانية نقطة ديل والنقطة التانية هسميها نقطة ه يبقى انا دلوقتي رجعت للزاوية الأولانية زي ما انتم شايفين معايا في الرأس ما كده هقف بسن البرجل بتاعي في نقطة دي وهفتحه بشرط ان انا اقطع ضلعي الزاوية اللي هما به ألف وبهجيم في نقطتين هسميهم نقطة ديل ونقطة هات طب انا فتحت البرجل بتاعي لقيت ان انا فتحت فتحة صغيرة قوي بقى القوس مش بعين تنفع? لا بلاش منها طب لو فتحت البرجل فتحة كبيرة قوي بحيث ان انا لقيت ان انا لما رسمت القوس طلع برا الزاوية أصلا يعني بقى كده برضو ايه مش هينفعي بقى انا بفتح البرجل فتحة مناسبة بحيث دايما انتم شايفين كده اقطع الضلعين بتاعي في قوس يبقى ظاهر اصادي عشان انا هرجع ااخد طول للقوس ده يبقى انا دلوقتي بقى في نقطة بي وهفتح البرجل فتحة بحيث ان انا اقدر اقطع قوسين الزاوية بتاعي في نقطة ديل وفي نقطة هات هسيبكو دقيقة نرسم يلا الزاوية مع بعض احنا وقفنا في نقطة بي وهنرسم قوس وفي نقطة هي وقفنا عند رأس الزاوية بي ورسمنا القوس قطع الضلع الاولاني في نقطة ديل وقطع الضلع التاني في نقطة سميناها نقطة هي بفتحة مناسبة رسمنا القوس اللي قطع ضلعي الزاوية الف بي جين في نقطة ديل وهي خلاص كده كلنا خلصنا نكتب في الشيط اللي خلص برافو عليك وانا شايفة كتير اوي رسموها برافو طيب نكمل مع بعض هنرجع تاني للشعاع بتاعنا اللي احنا مسمينه صادعين ففتحة مناسبة بنفس الفتحة اللي احنا رسمناها هنرسم قوس يقطع الشعاع صادلان في نقطة هنسميها نقطة سين زي ما انتو شايفين كده انا جيت وقفته في نقطة صاد ورسمت القوس اللي قطع صادلان في نقطة سمتها سين الفتحة اللي انا كنت فتحها في الاول اللي رسمت بيها القوس ده اللي هي نفس الفتحة هقف بيها في نقطة صاد وهرسم القوس اللي بيقطعها في نقطة هسميها نقطة سين يبقى دي اول تاني خطوة التالتة ان انا وقبت في رأس الزاوية صادل لكن عند شوعة صادل اللي انا كنت رسميها ورسمت القوس بنفس فتحة القوس اللي انا قطعت بيها دل عايز زاوية تاني طب هعمل ايه بعد كده بعد كده احنا نرسم بس القوس دوت وبعد كده نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه كلنا رسمنا القوس خلاص كده برافو عليكم بعد كده سن البرجل عند النقطة اللي احنا قطعناها اللي سميناها سين وبنفس فتحة البرجل اللي احنا فتحنها اللي طولها كان بيساوي طول دل هي هنرجع نرسم قوس طب لو البرجل اتقفل مني هرجع تاني عايز طول القوس دل هي وارسم اكمل رسم دي اهو انا وقفت كده في نقطة سين ورسمت القوس قطع القوس الاول في نقطة سميتها نقطتين فتحة القوس اللي انا وقف بيها عند السين دي هي نفس فتحة طول القوس داله اللي أنا رسمته عند الزاوية ألف بهجين. بنفس الفتحة رسمت قوس من عند نقطة صاد قطع البرجة قطع الزاوية في نقطة سين وبنفس الفتحة رجعت وإفتي في سين وعملت القوس قطع القوس في نقطة سميتها نقطة تاني. يبقى أنا في عندي قوسين ومتقطعين وصادهم كلنا بقى نشتغل نمسك البرجة اللي بتاعنا نمسك البرجة اللي من رأس البرجة وهنقف في نقطة سين وبفتحة طولها يساوي طول داله همعمل قوس يقطع القوس الأول في نقطة وهسميها نقطتين. ربع عليكم يبقى احنا كده وقفين في سين وعملنا قوس قطع القوس الأول في نقطة سميناها نقطتين. ربع عليكم انا شايفاكوا كلكم طلبوا مقتهدين ربني وفقكوا حبيبي ما شاء الله طول ما الأدوات الهندسية بتاعتي معايا أنا خلاص تعودت ازاي قدر امسك البرجة الانشاء الهندسي ده بياخد مننا كله على بعضه بالزبط حوالي دي اتين أو تلات دقايق وبقى أنا رسمته رسم صحيح جدا. أهم حاجة نكون احنا عارفين احنا الخطوات بتاعتنا بنعملها ازاي علشان نقدر نرسم الرسمة بتاعتنا صح. طبعا أنا لما برسم في الامتحيان ممنوع ان انا نمسح الأقواص بتاعتي عشان هي الأقواص دي اللي بتدليني على ان انا رسم الرسم بتاعي رسم صحيح. شكل القوس الحاجة دي هي اللي بقدر انا اتأكد من رسمك لي المسألة بتاعتك رسم صح. خلاص كده كلنا رسمناها. روفو عليكم سنقول. طب هنعمل ايه بقى بعد كده بعد ما عملنا الأقواص دي. شايفين نقطة التقاطع اللي هي سميناها عين دي؟ لو وصلنا عين بصاد هنعمل شعاع صادعين. ده هيبقى ضلع الزوية التانية وهيبقى نفس قياس الزوية. طب تعالوا نشوف مع بعض كده. نرسم قوسي قطع القوس السبق في عين. طيب ادي عندي وصلت الزوية هو. وصلت نقطة صاد بيه؟ نقطة عين عملت الشعاع صادعين. طلعني زوية زي ما انتوا شايفينها اسمها لام صادعين. يا طرق يا زوية لام صادعين ده. نرسم فتكون زوية صادعين هي الزوية المطلوبة. طب أنا بعد ما خلصت الانشاء بتاعي ورسمت الزوية. وعايز اتأكد هل يا طرى فعلا الزويتين اللي أنا رسميهم دول متطابقتين ولا مش متطابقتين. أنا بعرف ازاي الزويتين متطبقتين يا سنة أولى. بعرف عن طريق ان أنا اسهم هجيب المنقلة بتاعتي بقى دلوقتي. واتأكد ان فعلا الزويتين بتوع زويتين متطابقتين. هجيب المنقلة وإيز بيها قياس زوية ألف بهجيم إلا أنا كنت رسميها من غير مائسها. لقيت مثلا قياس زوية ألف بهجيم قياسها أربعين درجة. يبقى المتوقع أننا لما إيز زوية لام صادعين لازم تطلع كم درجة يا سنة أولى؟ لازم تطلع هيك كمان أربعين درجة. بحط المنقلة بتاعتي على رأس الزوية صاد. والحرف بتاعها بقى على الصفر بيكون منطبق على النقطة لاب. وببتدي عد صفر عشر عشرين تلاتين. لقيتها نفس الاربعين ولا لأ؟ غرافو طب لو أنا رسمها ستين هلا إيها نفس الستين رسمها خمسين هلا إيها نفس الخمسين رسمها مية وعشرة. على حسب القياس اللي إحنا رسمينه. هلا إن الزويتين فعلا زويتين متطابقتين. هل إيهم زويتين إيه سنة أولى؟ زويتين متطابقتين. يعني لهم نفس القياس. وكده بقى أنا خلصت الإنشاء بتاع رسم الزوية متطابقة لزاوية معلومة. طيب نكمل مع بعض. هيا ترى ده آخر إنشاء؟ لا لسه فيه إنشاء كمان. إحنا هنا رسمنا صاد لامة هون. فتكون زوية سين صاد عين هي الزوية المطلوبة. عايزين دلوقت سين نشوف يا ترى هل هنقدر نرسم مستقيم من نقطة معلومة موازي لمستقيم معلوم يعني إيه؟ يعني أنا عندي مستقيم وليكن اسمه مثلا ألف به. وعندي نقطة ولتكن نقطة الجيم. عايزة من نقطة الجيم دي أرسم مستقيم يوازي المستقيم ألف به. إحنا لما خدنا التوازي قلنا إن إحنا عشان نقدر يكون فيه عندي مستقيمين متوازين. ده تقطعهم بيسوي إيه؟ آه تقطعهم بيسوي فايل مستقيمات المتوازين. يعني فيش أي حاجة مشتركة ما بينهم. وإن عشان نقدر نجيب زوايا ما بينهم بنعمل إيه؟ عشان نقدر نجيب زوايا ما بين المستقيمين المتوازين. لازم يكون فيه قاطع. طب ولو أنا أوجدت القاطع إم أنت بيكون المستقيمان متوازين؟ لو أنا لقيت زاويتين في وضع التناظر ومتساويتان في القياس. يبقى المستقيمين متوازين. أو لقيت زاويتين في وضع التبادل ومتساويتان في القياس. يبقى المستقيمان متوازين. أو لقيت زاويتان داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع ومتكاملتان. يبقى المستقيمان برضو بتعيي إيه؟ متوازين. طب أنا عايز دهين من إيه؟ عايزين نعمل إيه؟ تعالوا مع بعض الأول. هنرسل المستقيم ألف بي. ونحط نقطة معلومة لا تنتمي للمستقيم ألف بي. هحط نقطة سميتها نقطة جيم لا تنتمي للمستقيم ألف بي. زي ما احنا هنشوفه الشكل دلوقتي. آدي عندي المستقيم ألف بي. وعندي نقطة سميتها نقطة جيم. وعايزة من نقطة جيم اللي أنا رسمها باللون الأحمر دي. أرسم مستقيم يوازي المستقيم ألف بي. إحنا علشان نقدر نرسم الكلام ده؟ لازم نلاقي خط المستقيم بيقطع المستقيم ألف بي. علشان أقدر منه أرسم زاوية مطابقة لزاوية معلومة. علشان أرسم زاوية مطابقة لزاوية يبقى لازم أجي عند نقطة جيم وارسم مستقيم. المطلوب رسم مستقيم يمر بالنقطة جيم. وإيه كمان هنشوف الخطوات اللي هنعملها. أول حاجة نرسم المستقيم سين صاد يمر بالنقطة جيم ويقطع ألف بي في صود. زي ما شايفين كده قدامنا. إحنا رسمين ألف بي. هنجي من نقطة جيم ونعمل خط يقطع المستقيم ألف بي في نقطة هنسميها صاد. لو قدرت بي من نقطة جيم أرسم زاوية بتساوي قياس زاوية صاد. يبقى أنا كده رسمت زاويتين متنظراتين أو متساويتين. يبقى في الحالة جهة يبقى المستقيمات ما لها متوازية. يعني الإنشاء بتاع مستقيم يوازي مستقيم معتمد على إنشاء زاوية مطابقة لزاوية اللي احنا لسه كنا عاملينه. مين عاي فقر؟ يبقى احنا كنا بنعمل إيه عشان نقف نقطة جيم ونرسم زاوية قياسها يساوي قياس زاوية صاد. هنعمل إيه إزاي نقدر نرسم من نقطة جيم شوعة جيم سين دوات زاوية قياسها يساوي قياس زاوية صاد. نكتب كده رافو. حد قال لي يا ميس أول حاجة هنعملها هنقف في النقطة صاد وهنعمل قوس يقطع ضل عي الزاوية صاد ألف وصاد جيم في نقطة تين. رافو عليكم يبقى أول حاجة هنقف صاد. يالا كلنا مع بعض بقى هنبتدي نرسم معنا الورقة والألم بتوعنا. كلنا هنقف في نقطة صاد وهنرسم قوس يقطع صاد ألف وصاد سين في نقطة تين. رافو عليكم من شاء الله رافو رافو. طب الخطوة الثانية بعد ما رسمنا القوس ده كنانا خلاص رسمناه؟ الخطوة الثانية هنعمل إيه؟ رافو الخطوة الثانية هنقف بنفس فتحة البرجل في نقطة جيم. وبنفس طول القوس هنرسم قوس يقطع الشعاع جيم سين في نقطة هنسميها نقطة تين. أديني وقفت هنا هنه في نقطة جيم ورسمت القوس. بنفس فتحة البرجل هرجع أف في نقطة سين. وعمل قوس يقطع القوس الأول في نقطة هسميها نقطة دال. زي ما احنا شايفين في الرسمة كده؟ يبقى أنا في عندي هنا أول حاجة وقفت في نقطة صاد وعملت القوس اللي أ Jean عبد العيس زاوية زي مانتو شايفينه في نقطة تين. هاخد طول القوس اللي أنا رسميه من نقطة صاد وقف في نقطة جيم ورسم قوس يقطع جيم سين في نقطة. وهارجع أقف في نقطة التقاطع دي وارسم قوس يقطع القوس الأول في نقطة زي مانتو شايفيني مسمياها نقطة دال. هوصل جيم بدال هوصل المستقيم جيم دال ألاقي في الحالة دي إن قياس زاوية دال جيم سين اللي أنا حطة عندها نجمة قياسها بيسوي قياس زاوية ألف صاد جيم اللي أنا حطة عندها نفس النجمة هما ليه متساوياتين وهم كمان إيه في وضع تناظر أنا اسمها زاوية متابقة لزاوية وهم وضعهم ده وضع إيه تناظر إحنا شايتين قدامنا حرف الإيه حرف الإيه يبقى طالما ما قدرت ترسم زاوية متابقة لزاوية وهم الاتنين في وضع تناظر يبقى المستقيمات بتاعتي مستقيمات متوازية بالشكل ده كده أنا بكون قدرت أرسم المستقيم لأن تطابق زاوية سين جيم دال بتطابق زاوية ألف صاد سين وهما متناظرتين وينتج من التناظر ده إن لازم هيكون المستقيم جيم دال يوازي المستقيم ألف بي إحنا كده بنكون خلصنا الإنشاء الثالث السادس بتاعنا خدنا ثلاث إنشاءات مع بعض وطول الثلاث إنشاءات التانية عرفنا إزاي نقدر نرسم زاوية متابقة لزاوية النهاردة وإزاي نقدر نرسم عمود على قطعة مستقيمة من نقطة لا تنتمي من منتصفها وعرفنا إزاي نقدر نرسم خط بيوازي مستقيم من نقطة لا تنتمي للمستقيم والحصة اللي فاتت قبل كده أخذنا إزاي نقدر ننصف زاوية معلومة وإزاي نقدر نرسم مستقيم عمودي على مستقيم من نقطة لا تنتمي للمستقيم ومن نقطة تنتمي للمستقيم كده إحنا بنكون خلصنا الإنشاءات الهندسية بتاعتنا ولو حتى عنده أي سؤال إحنا في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم ونتمنى لكم عن دراسي سعيد مع تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني وتحياتي الأستاذة فاطمة مصطفى رجب شكراً لكم على حسن استماعكم وتمنى أن تكونوا استفدتم معنا من الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم